مواطف الدول المغاربية تونس طارابلوس الغرب المغرب بالأرصى من الاحتلال فرنسي للجزائر والمطاومة الجزائرية باختصار السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بطول جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر فيديو ساتوا المصدر ومرجع المعلومات ملخصة دراسة تميزت علاقة الجزائر مع دول الجوار بحالة من المد والجزر باستثناء يالطارابلوس الغرب التي كانت على علاقة حسنة معها أما تولمينيال تونس والمملكة المغربية فقد اتسمت بطابع من التوتر في أغلب المراحل حيث كان لهذه الرواسب التاريخية دورا هاما في تباين المواقف الرسمية تجاه الاحتلال فرنسي للجزائر والمطاومة الجزائرية من 1830 إلى غاية 1848 ميلادي عدس موطف شعوبية الدعم للجزائر فقد كان بايت تونس من المؤيدين للاحتلال فرنسي طيلة هذه الفترة أما سلطان المغرب فكان موطفه متذبب من متحفظ إلى معارض وهذا من خلال ترديم الدعم للأمير عبدالقادر إلى مؤيد للسلطات الفرنسية فيما بعد إلا إيالطارابلوس الغرب التي عرضت الحملة إلى أنها لم تستطع ترديم المساعدات للجزائر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اشتركوا في القناة